سلم وزير الخارجية سامح شكر رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في مستهل الزيارات الحالية إلى اندونيسيا وفي ثالث محطات الجولة الأسيوية تناولت رسالة مجمل موضوعات التعاون الثنائي وسبول تعزيزها بما يتناسب مع تطلعات البلدين فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب سبعة وعشرين والتي تصدفها مصر في شهر نوفمبر المقبل كما أعرب شكري عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوه العلاقات بين مصر واندونيسيا